هذا هو مايكروفون الفاي فاين اي ام ايت واللي يجيب سعر 50 دولار بس يعني اقل من 180 ريال سعودي واللي ابهرني بعدة ميزات كثيرة واحسن شيء انه يتمتع مرونة كبيرة لانك تقدر تستخدمه من خلال منفذ اليو اس بي سي على جوالك البليستيشن الاكس بوكس او حتى الكمبيوتر وايضا من خلال منفذ الاكس الار سواء على الانترفيس او على الميكسر وهذا الشيء رهيب جدا ليش؟ راح اقول لكم الجواب في هذا الفيديو وبالمناسبة اسم الشركة كنت انطقها فاي فاين لكن النطق الصحيح فاين فاين السلام عليكم انا عبدالله زاهر واهلا وسهلا فيكم في فيديو لمراجعة مايك فاي فاين اي ام ايت الشركة الجديدة اللي وعدتنا تعطينا منتجات رهيبة بسعر رخيص وفوقها ضمان سنتين على منتجاتها ويلا نبدأ في محتويات الصندوق اللي بتلاحظون عليه مميزات الميكروفون كلها مكتوبة في جنب العلبة المايك داينوميك ويعطيك صوت طبيعي بتفاصيل اكتر وايضا يجي بيضات RGB وثلاث ازرار ميوت والتحكم في صوت السماعة والتحكم في صوت الميكروفون واخر شيء الميزة المهمة لكل ميكروفون سرعة تزامن الصوت مع المايك وخلونا نفتح العلبة البداية بتلاحظ كتيب التعليمات اللي في الغالب ما رح تحتاجها قاعدة الستاند الميكروفون مزودة بربر لحماية المكتب والميكروفون الجميل اللي جذبني في البداية اول ما شفته المادة اللي مصنوعة منها غط الفوم مادة ملمسها ناعم وكثيفة عكس الفوم اللي نعرفها في العادة المايك اساس هذه المراجعة واللي صدمني انه وزنه خفيف ومصنوع من البلاستيك بس بجودة عالية اخي شيء كابل USB-C الى USB-A طويل وشوفها رح يتناسب مع اغلب الستب المايكات اللي ايام هذه صار فيها تنافس وتنوع كبير بين الشركات بدل ما تاخذ مايكروفون بـ 500 دولار او 200 دولار او 99 دولار مثل مايك بود مايك من شركة رود تحتاج تاخذ معاه ميكسر او انترفيس اوديو واللي بيكلفك اقل شيء 50 دولار مثل ميكسر 5 final SC3 او بتاخذ ميكسر اعلى مثل GoXLR او رود كاستر برو او غيرها من الشركات الكثير واللي بتكلفك مبلغ كبير اكيد على سبيل المثال GoXLR مني سعره حوالي 250 دولار او ممكن ما تاخذ ميكسر لكن بتاخذ اوديو انترفيس عشان تربط عليه المايك وبالمناسبة انا عندي مايك من رود اللي هو البود مايك وبنسوي مقارنة بينه وبين الـ AM8 فعشان اعطي المايك حقه واخذ كل الامكانيات من المايك احتجت اني اشتري قطعة Fit Head واللي مهمتها ترفع الصوت وتصفي اكثر يعني تكلفة المايك بالاضافات عشان يشتغل مضبوط لا تقل عن 250 دولار لكن مايك الفايفين AM8 اختصر عليك الموضوع بسعر حوالي 50 دولار وتقدر تشغله على اي منصة سواء كان بلاي ستيشن اكس بوكس او حتى بي سي والجوار المايك شكله انيق ويجي بعدة الوان اسود ابيض او حتى وردي الابيض شكله جميل وانيق اذا كان الستب عندك يتناسم معاه ويجي بعدة ازرار الزر اللي في الاعلى باللمس يغير لك اضاءة الRGB واللي مكانها يعطي الستب اناقة اكثر وتقدر تعلق على الزر حتى تقفل الاضافة لو ما تبقى تستخدمها طبعا ما تشتغل الا في حال انك شبكت المايك عن طريق اليوسبي الزر اللي بالوسط عشان تتحكم في قوة التقاط الصوت من المايك والزر الاخير عشان تتحكم في صوت السماعة اللي يعطيك مزامنة حقيقية في نفس الوقت وبدون تأخر مع صوت المايكروفون اشوف الوضعية المناسبة للمايكروفون هي بعد ما تضبط الاعدادات تخلي جات المايكروفون هذه للأسفل عشان يكون شكلها حلو وتقدر تتحكم بالمعانة هنا وهو زر الميوت او الصامت اذا ضغطت الزر يعطيك لون احمر واللي يدل على الميوت والزر الاخضر يعني المايك شغال طبعا الازرارة هذه كلها وايضا اضاءة الارجي بي ما تقدر تستخدمها اذا كنت شابك المايك عن طريق منفذ الاكس الار وتقدر تستخدم منفذ اليوسبي والاكس الار ومنفذ السماعة بنفس الوقت لكن الميزات هذه تقدر تأخذها من منفذ اليوسبي واللي انصحك اذا كنت ستريمر مبتدة او صانع محتوى او حتى شخص فقط تحب تتواصل مع اخويك اثناء اللعب او تحب تسجل بودكاست تستخدم منفذ اليوسبي لان جودة الصوت افضل وفيه شي لا حتى للي يعرف مايك الشور اس ام سفن بي المسافة بين اللاقط وبين المشتت بعيدة شوي لكن في مايك الاي ام ايت رغم انها نفس التصميم الا ان المسافة قريبة واتوقع راح نشوف اكسسوارات قريبة لهذا المايك خصوصا انه جايب مسامير قابلة للفك والتعديل الان جبت اشهر مايك احترافي انتشر الايام اللي فاتت من شركة روت اللي هو البود مايك ورح اسوي مقارنة بينها وبين مايكروفون الفاي فاين الاي ام ايت اللي بالمناسبة طوال هذا الفيديو كنت اسجل من خلال هذا المايكروفون وبسوي المقارنة بين المايكروفونات في غرفة العزل فيها متوسط اللي ممكن راح يأثر على جودة التسجيل وبسجل باستخدام فلاتر الصوت وبدون فلاتر الصوت باكتب لكم الملاحظات تحت كل مقطع تجربة للتسجيل من خلال مايك فاين فاين اي ام ايت وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 25% والمايك بعيد عني حوالي 5 انشات تجربة للتسجيل من خلال مايك فاين فاين اي ام ايت وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 انشات تجربة للتسجيل من خلال مايك فاين فاين اي ام ايت وبدون استخدام الفلاتر وقوة التقاط المايك بنسبة 100% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل من خلال مايك Fine Fine AM8 وباستخدام الفلاتر الفلاتر المستخدم لكل التسجيلات في الفلاتر هي Auto Gate minus 38 dB وأيضا استخدمت Post رفع الصوت بنسبة 6 dB مع EQ بالنسبة لقوة التقاط المايك هي 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل بالايفون مباشرة من خلال مايك Fine Fine اللي ربطتها باستخدام منفذ USB Type-C وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل بالايفون مباشرة من خلال مايك Fine Fine AM8 اللي ربطتها باستخدام منفذ USB Type-C وباستخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل من خلال منفذ الـ XLR على مايك Fine Fine AM8 اللي ربطت باستخدام ميكسر Fine Fine SC3 وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل من خلال منفذ الـ XLR على مايك Fine Fine AM8 اللي ربطت باستخدام ميكسر Fine Fine SC3 وباستخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل من خلال مايك رود بود مايك اللي ربطت باستخدام الـ XLR على ميكسر Fine Fine SC3 وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل من خلال مايك رود بود مايك اللي ربطت باستخدام الـ XLR على ميكسر Fine Fine SC3 وباستخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل وأنا أكتب على الكيبورد من خلال مايك 5-5 AM8 وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك هي بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل وأنا أكتب على الكيبورد من خلال مايك 5-5 AM8 قوة التقاط المايك هي بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل وأنا أكتب على الكيبورد من خلال مايك رودفود مايك وبدون استخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات تجربة للتسجيل وأنا أكتب على الكيبورد من خلال مايك رود بود مايك وباستخدام الفلاتر قوة التقاط المايك بنسبة 50% والمايك بعيد عني حوالي 5 إنشات طبعاً المايك وأجهزة فاي فاين بشكل عام ما يجي معها برامج أو تطبيقات مخصصة بس تقدر تستخدم برامج مثل ستيل سيريس جي جي وغيرها من البرامج وتقدر تستخدمها مباشرة على الأو بي إس إذا كنت ستريمر أو حبت بث بالنسبة لي الميكروفون هذا حلو للناس اللي هم مبتدئين في مجال البث أو الألعاب أو للناس اللي ما يحتاجون يصرفون مبالغ كبيرة في ميكروفونات احترافية تقدر تشغله باليو اس بي وتجربه وتشوف إذا يناسبك وإذا حبيت تطور تقدر تشتري ميكسر وتشغله عن طريق الـ XLR بالنسبة للجودة والمظاهرة شوفنا فاي فاين كويس وإضاءة الـ RGB مكانها ممتاز وفكرتها حلوة صحيح الجسم مصنوع من البلاستيك ويعطيك إحساس إنه رخيص لكن اللون الأسود المطفي أعطاها فخامة وفيه عيب بسيط إنه حامل ميكروفون متين لكن الأقفال الجانبية خفيفة وما تقدر تشدها بقوة عشان يصير المايك ثابت وما يتحرك وإذا كنت شابك منفذ الـ XLR وكان سلك الـ XLR تقيل ره يتحرك الميكروفون بسهولة في النهاية وباختصار الصوت ممتاز الشكل والجودة حلوة السعر أقل من 50 دولار لا تنسونا اللايك والاشتراك أشوفكم في فيديو قادم مع السلامة